وبعد فأقول هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمد خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمر بن عبد منافي واسمه المغيرة واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعليا ابن قصير واسمه جمع سمي بقصير لتقاصيه في بلاد وضاعة القصية الى ان اعاده الله تعالى الى الحرم المحترم فعمى حماك ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرات بن كعب بن لأي بن ظالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطوم القرشية وما فوقه بناري كما جنع إليه الكثير وارتقاء ابن مالك بن نظر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إرياس وهو أول من أهدى الكتن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضرب بن إزال بن وعد بن عدنان وعادا سلكن نظمت فرائده ابنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمزك عن مشتارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسابية إن الذبيع إسماعيل عليه السلام نسبته ومنتمى فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف ناوى السيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى